وفدوا من أودية وصحار حضرموت إلى حاضرتها المكلة بحثاً عن الأمن والأمان لمديرياتهم وحل لقضاياهم لقاء تشاورياً لمقادمة واعيان وادي وصحراء حضرموت وشخصية اجتماعية مع السلطة المحلية خطوة مجتمعية لوضع حد للاختلالات الأمنية وحل المشكلات والقضايا العالقة في مديريات الوادي وصحراء في كلمته أمام وجهاء واعيان الوادي وصحراء أعلن محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني أن العام 2019 سيكون للأمن والأمن في مديريات الوادي وتعهد بكشف من يعرقلون توجه تطبيع الأوضاع الأمنية إذا ما مر العام دون تحقيق أي تقدم حول الملف الأمني في الوادي وسبل معلاجاته يدور سجال واحتقان بين القوى والأطراف السياسية في حضرموت ففي الوقت الذي تحاول فيه بعض الأطراف استغلال الملف الأمني لبس سيطرة قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات على مناطق الوادي والصحراء ورحيل ما تسميها بقوات الاحتلال أي قوات المنطقة العسكرية الأولى وهي آخر ما تبقى من كيانة جيش الجمهورية اليمنية لم تسقطها حروب الإنقلابين والقاعدة يرى آخرون أن المنطقة العسكرية الأولى لا علاقة لها بمهام تثبيت الأمن وأن معالجات الملف الأمني في الوادي تكون بإعادة الدعم وتأهيل الأجهزة الأمنية ومقراتها وتجنيد دفع جديدة وهما أكد عليه المجتمعون من مشائخ وأعيان مديريات الوادي والصحراء الذين طالبوا السلطات بوضع حل لمظاهر الإنفلات الأمنية والإغتيالات بفتح باب التجنيد لأبناء الوادي وتفعيل العمل في المرافق الأمنية والمحاكم بالوادي والصحراء